أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآخي محمد وعجل فرجهم ولعان أعداهم ولعنة الله على قتالتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين هناك تصور شائع عند الفريقين أعني المسلمين الشيعة ومخالفهم أن علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه أكرم عائشة عليها لعائن الله وأجلها لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وآله هو أن آية ذلك يوم غلبها في فتنة الجمل فقد أرجعها إلى المدينة معززة مكرمة هذه العبارة تسمعونها كثيرا حتى على بعض منابرنا المنتسبة إلينا ويا لبؤسي أصحاب هذه المنابر أو معتلي هذه الأعواد إذ لم يحققوا ولم يبحثوا هذا تصور شائع وهو في منتهى البطلان والخطأ فإن علي عليه الصلاة والسلام أهان عائشة في الحقيقة وآية إهانته لها ما مر معنا في هذه الليالي وها أنا ذا أعيده هو الذي رواه البلاذري في أنساب الأشراف ورقم الحديث هناك تسعمائة وخمسة وأربعين بسند صحيح عن ابن حاطب قال أقبلت مع علي يوم الجمل إلى الهودج وكأنه شوك قنفذ من النبل فضرب الهودج ثم قال إن حميراء إرم هذه أرادت أن تقتلني كما قتلت عثمان بن عفان هذه الرواية طرحناها على بساط البحث في هذه الجلسات في هذه الليالي وفتحنا المجال لبقايا أبناء عائشة لمناقشتها والتداخل معنا في ذلك فما جاء أحدهم بطائل كما سمعتم ورأيتم فهم ما بين لاعب لعبة الأسناد وما بين قافز على الأصول العلمية في الاستدلال محط بحثنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى لن يكون هذه الرواية مع أنها كافية في المقام وتجيب على السؤال أو عن السؤال المطروح وهو أن إهانة علي عليه السلام وهو من هو في دينه وتقواه ووراعه على أقل تقدير ناهيك عن كونه على الاعتقاد الصحيح إماما معصوما منصوبا من الله تبارك وتعالى لكن دعك عن هذا على الأقل مخالفون يعتقدون في علي عليه السلام الورع والتقوى والأخلاقيات العالية كذلك فإذ ثبت أنه صلوات الله عليه أهان عائشة بمثل هذه الإهانة الخطيرة ألا يدلكم ذلك على أن عائشة ليس لها احترام شرعا ولا مكانة في دين الله يعني ألا نجعل علي عليه السلام حكما وأسوة ومثالا في كيفية تعاطي المسلم مع هذه الشخصية شخصية هذه المرأة يقول المسلم أنا أتخلق بأخلاق الإمام علي عليه السلام فإذ ثبت أنه نال من عائشته إلى حد أنه نسبها إلى قوم كافرين يعني كان أنزلها منزلة الكفار منزلة الكفارة الفجرة فهو يقول إذن أنا أتبع علي عليه السلام وأتم به وأقول إن عائشة كافرة فاجرة مثلا لا أقل يستخدم نفس العبارة في وصفها عائشة حميراء عائشة حميراء إرم هكذا يعبر والرواية صحيحة وعند مخالفين إلى الآن لم نحتج برواية من رواياتنا من طرقنا نحن ومن مصادرنا نحن مع ذلك أقول مع أن هذه الرواية تكفي في هذا المقام لكن إن جاءنا أحد مشكك متلاعب يريد أن يلف ويدور أو يراوغ ثنينا له برواية أخرى في هذا المقام أيضا تعبر بصراحتها وصحتها أيضا عن أن علي عليه السلام ما كان يقيم لعائشة وزن لا يعتبرها تساوي فلسا واحدا بل دانقا واحدا لا تساوي شيئا في الإسلام كان يهينها صلوات الله عليه ولعنات الله عليها فمن يريد أن يناقش في هذا الباب لا بأس المجال مفتوح ونستمع إليكم على أن تستمعوا إلينا إن شاء الله تعالى باحترام وإنصف